بتوجيه من الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني نفذت وحدات الحرس الوطني التمرين البحري كفاح واحد لمكافحة الإرهاب وحماية المنشآت النفطية الحيوية في الساحل الشرقي للمملكة ويأتي تمرين كفاح واحد استكمالا لسلسلة التمرين التي يجريها الحرس الوطني بشكل دوري لرفع قدراته البحرية العسكرية إذ أجري التمرين على أحد المنشآت النفطية البحرية في الساحل الشرقي للمملكة ليكون بمثابة تجربة تقييم واختبار لقدرات الحرس في أنظمة القيادة والسيطرة والخطط التقدمية لحماية المنشآت البحرية الحيوية وتأمين مواقعها واتفقد معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني قطاعات التمرين مؤكدا أن تلك التمرين تتسق مع جهود رئاسة الحرس الوطني في إطار دعم كافة المؤسسات الأمنية بما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار في ربوع المملكة والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الوطن في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وأشاد معاليه بالجهود التي بذلتها قيادات التمرين والمشاركون فيه من وحدات الحرس الوطني والتي أسهمت في تنفيذ مراحل التمرين باحترافية عالية في تقدير الموقف والتعامل معه مما يؤكد التأهب الدائم لمنتسبي الحرس الوطني في تلبية نداء الواجب بمختلف الظروف وعكست نتائج التمرين التطور المستمر في مسارات التدريب التي تنضوي تحت منظومة التدريب الحديثة التي تزخر بها ميادين الحرس الوطني بما يمكن هذا الصرح العسكري من تأدية واجباته الوطنية بكفاءة واقتدار ترجمة نانسي قنقر